منتبه نحن ويكون احبئنا بهالفقرة بنرحب بحضور ضيفتنا نظير المصري عضو بعائلة العلمانيين للعائلة المقدسة الجمعية الجامعة العلمانية للعائلة المقدسة أكيد بنحكي عنها الجماعة عن تأسيسها عن أهدافها وأعمالها اليوم روحانيتها مهمة وأساسة بنرجع لرهبات العائلة والبطرق الحويق وبنحكي عنها الجماعة العلمانية اللي اليوم عم تنشر تعليم الكنيسة عم تنشر روحانية البطرق عم بتكون بحياة اجتماعية فيها كتير من الصعوبات والتحديات حطينا بأجواء وخبرينا عنها أكتر نظيرة أول شيء متشكركم على استضافتنا نحنا جماعة العلمانيين بالعائلة المقدسة نحنا جماعة ما عنا قانون مثل قانون الرهبنة بس نحنا عنا نظام متفقين عليه نحنا جماعة عنا لقاءات شهرية تنشيئة صلاة مع بعض نحنا مجموعة أفراد من مختلف المناطق اللبنانية من الشمال من الجنوب من البقع كلنا عنا هدف واحد يلي هو خدمة الآخر خدمة الإنسان أكيد بروحانية البطرق المؤسس البطرق لحويك هلأ بتقوليلي شو هي روحانية البطرق لحويك بللي هي روحانية البنوة لأله البنوة يلي البطرق لحويك تعلمنا منه عندها ثلاث وجوه الأب يلي هو البركة ومصدر خير لكل شي نحنا بنحصل عليه الوجه الثاني هي العناية ومعروف عن البطرق لحويك إنه هو رجل العناية بإمتياز فأله كأنه أم عم تعتني فينا الوجه الثالث هو الرضا يلي نحنا بنرضى بكل شي وكل شي بنعمله هو لرضى ربنا هلأ روحانية لحويك نحنا كأشخاص علمينيين كيف نحنا منبسة مننشرح ولينا أول شغلية مننشرح ببيوتنا بعيالنا الصغيرة بمؤسساتنا اللي نحنا كمان فيها يلي هي مؤسسات العيلة المؤدسة يلي هي وتعنا يا أما بالمجال التربوي يعني مع الولاد مع الأطفال عنا خدمة المسن عنا كمان بالمستشفيات من خلال نحنا أعمالنا وخدمتنا للآخر بهالطريقة نحنا بنكون عم نبس روحانيات الحوية نظيرة اليوم كل المنتسبين لهالجامعة العلمانية هن حكما من مؤسسات العائلة المقدسة المارونية صحيح متل ما ذكرتي هالقطاعات الكانية التربوية أو استشفائية أو حتى خدمات اجتماعية وغيرها صحيح صحيح كلنا نحنا بهول مؤسسات صرنا أكتر من ثلاثة سنين مثلا إذا أنا بدي أحكي على على صعيد الشخصي أنا صر لي 22 سنة بالعائلة كنت بمؤسسة تربوية بمنطقة نقلت لمنطقة تانية بس حتى تعلمت بالجامعة بالجامعة العائلة بس كلنا نحنا بعضنا بنفس الروحانية بنفس المبادئ اللي بنشتغل عليها هل من شروط للانتساب إلى هذه الجماعات يعني بدا تكون عندك دعوة تتكون بجماعة جماعة علمانية مش بالضرورة يكون عندك دعوة أول شي شروط أنه نحنا بنكون منتزمين لها المؤسسات نشتغل بهالمؤسسات مؤسسات العائلة المؤدسة بدنا نكون أشخاص نحنا ملتزمين بتعليم الكنيسة وبكلمة الله أكيد يعني هنا هيدا هالباز اللي هي ضرورية تنقدر نكفي كعلمانيين إذا ما فينا نسميها في شراكة نحنا بنا وبين المكرسات يعني المكرسات لشو إذا ما عنا هيدا هالباز الباز يعني هي عن جات كلمة الله ومتعمقين فيها ونحنا عم نمارسها بعيالنا أولاً ما بحس فينا نكفي يعني فينا نكون بس ما بعرف إذا فينا نكفي إذا ما كان عنا هالباز البداية قلت أنه مش مؤسسة رهبانية ما عندها نظام رهباني بس شو نظام هذه العائلة علمانية هو نظام تفقنا عليه أنه دايماً بيكون عنا نحنا دورات تنشيئة لقاءات شهرية منلتزم فيهم منلتزم حتى بالإشي اللي منتعلمها ولي منيخدها من هالالاجتماعات وهالصلاة وهالتنشيئة تنشيئة مسيحية دايماً يعني أكيد أكيد وهاللقاءات بتكون فقط شهرية أو ممكن تزيد إذا قضيت الحاجة حسب الحاجة هي أكيد شهرية مداورة عندنا كمان لقاءات روحية سنوية بتكون كل العلمانيين بيجتمعوا بداير العائلة يعني زيارة للضاريح ضاريح البترك المؤسس يعني ما منوقف شغل ونحنا كمان بالنشاطات اللي بتصير بالجمعية بالمؤسسات نحنا فينا نكون على سعيد التنظيمة عم النظم فينا نكون حضور يعني دايماً حضورنا حيكون نقل راد بهالنشاطات كلها بالمؤسسات وشو أبرز نشاطاتكم وأعمالكم إذا كعائلة علمانية كعائلة علمانية مثلاً عندنا نهار الشبيبة بنهار الشبيبة نحنا كعلمانيين بالجماعة العلمانية كمان كنا مع المكرسات عم نحضر هيدا النهار كشي تنظيمة حضورياً كمان كان عندنا نحنا وجود ومشاركة بمدارسنا مثلاً نحنا إذا بيصير فيه نشاطات عيد المعلم نشاطات روحية نحنا كمان من الأشخاص اللي بنكون مع المكرسات أكيد عم نشتغل سوا تنظم وينجح النشاط نحتي عن أهداف اليوم أهداف لجماعتكم ولعائلتكم شو أبرز أهدافكم؟ بس روحانية البطرق لحويك البطرق المؤسس بمجتمعنا لأنه تنعرف الناس عليه ونعرف عن جمعيتنا وشو هي نعم اليوم قديش أنتوا قراب قدي أنتوا قراب من ناس قلته أنتوا من العائلة المقدسة المغرونية وأيضا من عائلات من عائلات المجتمع أنتوا كلكن أفراد موجودين بحياتكم الاجتماعية صحي تنحكي عن أبرز أعمالكم على الأرض يعني على الأرض الواقع على الأرض بنابلش بعيد عن بس الروح روحانية البطرق لحويك إذا في عندكم أعمال اجتماعية خدمات تقدم أو مساعدات بأماكن معينة أكيد أكيد إذا بلاشنا بس ببيوتنا أول شي ببيوتنا بخدماتنا ببيوتنا مع الناس لحوالينا عنا ببيوتنا أكيد ناس ختيارية بدا مساعدة مسنين عندك ناس مرادة نحنا ديما منكون حدهم إذا منقل على مؤسساتنا اللي نحنا عم نشتغل فيها بمؤسساتنا نحنا حد الآخر إلى جانب الآخر بمش بس بأيام الحلوة كمين بمشاكلوا بالصعوبات اللي بيكون معا إذا منحكي بالمدارس بالمدارس نحنا حد الشباب حد الأطفال يعني عم نساعدهم ليكبروا بالحكمة بالنعمة بالقامة يعني نحنا حضرنا أكيد بكل ساعة و بكل دقيقة حد الآخر يعني هيدا الشهادة اليوم اللي عم بتتعيشوها بحياتكم المسيحية أكيد أكيد هي شهادة يومية ومقلة نهاية نعم اليوم نزيرة حضرتك بنت أهدن صحيح يعني عم بتحضر حال على الاحتفالات عم بتحكي عن البطرك لحويك ورايحين على تطويب البطرك الدويهي شو بالنسبة لقلك كيف حاسي اليوم قديش عم بتبسي روحانية لحويك وإنت بإنتمائك بنت أهدن في مثل نحنا دائما بنستعمله هاي عين وهاي عين البطرك لحويك عين والبطرك الدويهي عين تاني وأكيد نحنا فرحة كبيرة إلنا أنه عم يطوب البطرك الدويهي بيتنين إب بس كمان نحنا أنا كفرد بينتمي لجماعة العلمانيين بالعائلة المؤدسة كمان منصلي نحنا أنه على خطة البطرك لدويهي البطرك لحويك يطوب كريبا وأكيد عنا نحنا أبناء الرجا أكيد عنا الرجا وأكيدين أنه بكرة كمان بيجي دور البطرك لحويك بما أنه حضرتك أنت بالمجال التربويه يعني ماذا عن جيل الشباب اليوم شو عم يتقدم له فعلا منحكي عن شهادة إيمانية واضحة قدامه ليتميها فيها ليكونوا لكل مثال قدام الأصغر قدامه الشباب بيجيوا بقدي بيتلقف هذه الأمور وقدامه بعيشها باندفاع وحماس الشباب اللي بتبلش معنا بمؤسساتنا التربوية من صغرها هي ربيت على ما بيدقنا ربيتها على كيف يتصرفوا وكيف يكونوا ما بنخفي أنه المجتمع كتير عم بيكون بمحليات صعبة عند الشباب في قفات في مشاكل نحنا كأفراد بالجماعة العلمينية نحنا لازم نكون بين هالشباب يعني ننزل لعندهم نحنا ما فينا نوقف من ورا ونوعز ونحكي لأنه نحنا ما نكون معهم عم منساعد عم منشاركهم مشاكلهم لأنه الحكي من بره وعظة الوعظة الشباب ما بيتقبلوها متل ما أنك تكوني معهم على الأرض على الأرض يعني أنت عم تسمعي لهم أول شيء الأصغاء الأصغاء كتير ضروري لأنه نحنا كمين شبابنا بهيدا الأيام بحاجة لحدا يصغيلهم هيدا أشقفة من المشاكلة ووقتا تسمعي تصغيل الشاب تصغيل المشاكله بتيري تعرفي كيف توقفي حده وكيف تساعديه وهيدا دورنا نحنا بيجي أكيد بعائلاتنا بالمجتمع بمدارسنا وقد إذا كان في عنصر شباب بالعيلة بيكون شي مختلف بيكون في نشاطات مناسبة خاصة فيهم حتى تلائم هذا النفس التبشير اللي عم تحكي عنه لبس روحانية اللي بترك لحويك متل ما بتعملي أبدايت لكل شي ديفايسيز عندك كمين بتعاطيكي مع الشباب مع أولادنا هلأ بالمجتمع كمين بدنا نعمل أبدايت إذا ما نحنا عرفنا شو هي المشاكل وعرفنا أسبابها وتقبلنيها ما حنقدر نكون حدهم ونساعدهم يعني ما فينا كل شي رفض لأ لأ وما لازم ما فيني أنا أحكي هيك مع الشباب أنا بدي أنزل لعندهم كن حدهم عيش المشكلة معهم لأقدر طلعهم منها يعني أنا كمين كشخص بدي أبداية الحالة بدي أنزل معهم على الأرض نعم نحنا بزمن ثورة تكنولوجية بزمن ذكاء إصطناعي أدعم تستفيدوا من كل هذه الوسائل اليوم بعملية التبشير وبس هذه الروحانية كجماعة علمانية شي كتير حلو التكنولوجيا لذكاء الإصطناعي شي كتير كتير حلو نحنا عم نحاول من خلال مؤسساتنا نعود لولاد كيف بأي طريقة يستعملوا هود هالي بين إيديهم لشي إجابة مش لشي سلبة يعني نحنا هون بيجي دورنا دورنا توعية من وعيهم هيدا بتستعملوا بيساعدك لتطور لتطور شغلك تطور درسك يعني عم نحاول لقدر المستطاع نكون حدن معن نعرف مشاكلن نساعدن ونخلي هالإشياء مثل الزكاء الإصطناعي مثل التكنولوجيا هي تكون لخدمة الإنسان مش لأنه يزيقه نعم بنحكي عن ورش عمل أو ورش تدريبية للتنشئة وللإنسان يزيد مهاراته ويكون فعلا مواكب عصره قدي أنتو كجميع علمانية اليوم كمان بتخضعوا لهذه التدريبات ولهذه الورش لتقدروا تطوروا اللي عندكن وتواكبوا العصر نحنا بيطور يعني نحنا عنا تنشئة مستمرة مستمرة دورية نحنا طلعنا من مرحلة عم نتلقن نحنا هلأ بالالفان واربعة واشرين ما بقى فينا نتلقن مثل ما الولد عنا بمدارسنا مش عم نلقنه عم نخليه عيش الإشياء عم نخليه هو يبني حاله كمان نحنا نبنى نبنى حالنا ونبنى كمان بهذه التنشئة اللي دايما عم بتصير نعم هيك كلمة أخيرة منك بوقت عم شارف على النهاية شو بتحبت توصلي لجيل الشباب لعائلتكن للعائلة العلمانية لراهبة العائلة المقدسة يعني نحنا بالأخير أبناء الرجا أبناء القيامة أنا بشدد على شبابنا ظروف صعبة أيام صعبة حروب بس ما ننسى نحنا أبناء الرجا دايما في قيامة وعشية عيد مربط رس وبولوس أكيد منتمنى لأس لكل شخص حامل الاسم عيد مبارك ونقلهم لشبابنا ولكل ناسنا وعائلاتنا أنه كونوا أنتوا الصخرة كونوا لبنان الصخرة وكونوا بولوس بولوس الكلمة السلام يعني نحنا لبنان وسلام هيكي بدنا نكون كلنا من الصغير للقبير فينا إن شاء الله هيدا اللي منتمنى واللي منتأمل وشكرا نظيرة المصري عضو بعائلة العلمانيين للعائلة المقدسة يعطيكم ألف عافية وبالتوفيق لكلنا اشتركوا في القناة